معنا عبر اسكايب من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية محمد القيق مرحبا بك سيد محمد إذن نبدأ من تصريح وزير جيش الاحتلال الذي قال إن موجة العمليات قد ازدادت وسنوقف هذه الموجة مع حالة التحفيز الشعبي التي تمثلت في الدعوات إلى جمع غضب إلى أي مدى برأيك يستطيع الاحتلال السوني وأداء المقاومة؟ أسعد اللهم أساءكم الاحتلال الإسرائيلي يحاول في كل جولة في كل مرحلة في كل زاوية من زوايا القضية الفلسطينية أن يلجم ليس فقط الانتفاضة بل إرادة الشعب الفلسطيني هذا على مر التاريخ على مر العقود هناك أنكبة هناك النقصة هناك الانتفاضات الأولى والثانية وكذلك انتفاضة القدس وما يجري حاليا هذه التصريحات فقط أعتقد أنها الاستغلال الإعلامي الداخلي والمناكفات الانتخابية الإسرائيلية شارون قبل ليبرمان قال بأنه سيعطى مئة يوم لوقف الانتفاضة وفشل في ذلك وكانت العمليات عنيفة وقوية جدا من المقاومة الفلسطينية غزة قيل عبر هود ألمارت وعبر نيتنياهو وعبر ليبرمان وعبر يعلون وعبر كثير من المزراء وقالت الكيان الإسرائيلي أنهم سيدمرونها إلا أنهم فشلوا وما زالت غزة قوية بمقاومتها وصواريخها التي تدك تل ربيع لذلك هذه التصريحات لا تأتي إلا في إطار المناكفات والمزاودات الإعلامية والسياسية الداخلية الإسرائيلية السلطة الفلسطينية هل سترضى عن هذا المسار وهي تدعو إلى عملية تسوية مع الاحتلال السلطة الآن في موقف لا تحسد عليه السلطة تدرك جيدا بأن الاحتلال والأمريكان قد يضطرون في المرحلة المقبلة للتخلي عن الدور الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في خدمة ما يسمى مسار التسوية وبالتالي تصبح المنطقة بلا سلطة وبلا سيادة وتقى رهينة الإمارات الأمريكية لذلك هم يرون من خلال هذه التصريحات التي يصدرونها بأنهم سيسعون إلى السلام قد يكون لهم طوق نجشة في المحافلة الدولية إلا أن الواقع يقول بأن دونالد ترامب هدم التسوية هدم السلام أعطى القدس هدية مجانية للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي أعتقد سيكون هناك حماقة وسيكون هناك انتحار سياسي لحركة فتح أو السلطة بشكل عام إذا بقيت في مسار معين دون توجه للشارع وللقاعدة وللفصائل الفلسطينية لكي يتم بلورة رؤية استراتيجية فلسطينية حتى وفد حماس الذي غادر إلى القاهرة من المتوقع أن يناقش المسار نفسه كيف نستطيع أن نفهم موقف حماس بين الحجد الشعبي والجلوس للحوار مرغم حماس على أن تكون هناك مصالحة وطنية مع حركة فتح لعدة أسباب السبب الأول أن منطق ومنهج حماس التي فازت في الانتخابات عام 2006 وحصلت جميع الأصوات وأغلبية ساحقة منطقها يقول أنه مبني على الشراكة وبالتالي الشراكة الحقيقية لبناء الوطن المنطق الآخر يرفض التنصيق الأمني ويعزز المقاومة وهذين ترى حماس بأنه سيأتي وقت ما وإن لم تكن ولم تحن الفرصة الآن سيأتي وقت ما لإقناع الشريك الآخر وحركة فتح في هذه المنظومة المبنية على أساس حفظ الثوابت والمقاومة والوحدة الوطنية والشراكة في إدارة أمور الشعب الفلسطيني غير هذه الإرادة وغير هذه النية سيكون هناك مزيد من الشردم مزيد من الانقسام مزيد من الإشكالات التي تحرف أربوصة عن الوجهة الحقيقية وهي مواجهة قرار ترامب ومواجهة الاحتلال بشكل عام ولكن كيف ترى توقيت مغادرة وفد حماس في ظل أنباع عملية عسكرية كبيرة للجيش المصري في سينا في ظل الحركات المفاجئة التي تصدرت خلال 48 ساعة الماضية من الحشدات ومن العملية العسكرية في سينا ومن ذهاب هذا الوفد إلى مصر يبدو أننا أمام توقعات ستكون في فترة من الفترات متخبطة قد يقول قائل بأن هناك نية لبدء صفحة مع القيادة المفصول من حركة فتح محمد أحلام وقد يقول قائل بأن هناك نية لدى حماس ببلورة ملف الصفقة التبادل للأسرة وقد يقول قائل بأن هناك نية للتخفيف للحصار عن قطاع غزة غير أن الواقع يقول بأن القيادة الانقلابية في مصر تتحالف بشكل واضح جدا مع دونالد ترامب ضمن صفقة القرن وأن يكون خيرا ما يحدث في سيناء كما لم يكن خيرا ما سيحدث لغزة على وقع هذه الترتيبات الإقليمية والدولية عموما وعلى كل الأحوال استباق الأحداث سيكون بمنحة آخر وخيارات أخرى إلا أنه بعض المؤشرات الأولية على هذه الزيارة ستكون وبشكل علني وإعلامي ذاهبة باتجاه تخفيف الحصار الممنهج والمقصود في هذه الفترة على قطاع غزة تحاول حماس تخفيف الحصار كي لا يكون هناك حالة ضغط شعبي كبير تخفيف المعاناة الجانب المصري وتعديدا قيادة الانقلاب في مصر ستأخذ هذا الموضوع من حال الابتزاز إلى حال المراوغة السياسية في ملف الصفقة والتي ذكر فيها عن سيناء كجزء من دولة فلسطين المزمعة وأيضا هناك كأنها حالة كيد سياسي ومحاور واستفاف محاور شكلي مؤقت يقوم به النظام الانقلابي في مصر لتوجيه رسالة إلى قيادة السلطة في رمالله أو حتى في بعض دول الإقليم شكرا جزيلا لك عبر الانترنت منظفات الغربية صحفي فلسطيني محمد القيق ترجمة نانسي قنقر